كل التحية لكل مشاهدين ومشاهدة ومتابعة شاشة قناة النادي الاهلي في كل مكان هنا داخل جدران البيت الكبير بيت النادي الاهلي استجابة لفخامة الرئيس عفتاح السيسي اللي دايما بيرعى كل فئات وشرايح لشعب المصري النهاردة أحمد طارق أصبح لاعب ضمن فريق زاوي الامم ليه السباحة بالنادي الاهلي استقباله كان من لدى الكابتن محمود الخطيب ولدى الكثير من أبناء النادي الاهلي أحمد برحب بيك على شاشة قناة النادي الاهلي منور البيت الكبير بيت النادي الاهلي منور بحضرتك ومنور البيت النادي الاهلي أحمد إحساسك إيه وانت داخل النادي الاهلي وخلاص أصبحت لاعب ضمن فريق السباحة بالنادي الاهلي إحساس كبير يعني لا لاقي البيت النادي الاهلي يعني عائلته بتسانتني وكمان عائلته كمان مصرفاني وأنا داخل كان في سبالك الكابتن محمود الخطيب عايز تقولي للكابتن محمود الخطيب والنهاردة بالصراحة يعني الكابتن محمود الخطيب استقبني استقبال حياة في اللي يعني استقبال حياة في اللي يعني حضرتك سيادة الرئيس فخامة الرئيس عفتاح السيسي هو الأب والقائد والمعلم بإحساس الأب إحساس الإبن اللي عايز تقوله للأب والقائد الكابت فخامة الرئيس عفتاح السيسي تقوله إيه صحيح إحساس الإبن والقائد والأب إحساس كبير برضو أكن السيادة الرئيس أكنه أبوي أكنه يعني يعني أب كبير على السعب المصري وعلى صغير القطورات الخاصة لتعم كبير تعمل لسوق قطولاته الخاصة وتعمل الرياضة المصرية والرياضة العربية النهاردة جماهير النادل أهلي توعدها بإيه بقى مستنين منك بطولات الكابتن عاجم معانا كابتن خطيب قالك احنا مستنينك في بطولات كتير يا أحمد أنا أوعت الأحلوية نصا الله يعني لنا هبتق بقى مصورة بطولات مصورة بطولات لقايت موصل بقى للأولمبياد كمان بإذن الله يا أحمد وفريق كورة بقى يا أحمد انت بتابع كورة ولا مش بتابع فريق كورة لا بتابع بتابع القورة قوي مين أكتر اللي عب بقى بتحبه بفريق النادل أهلي بحبي بقى الكابتن حسين السحاد الكابتن عبسة الكابتن محمد سريف عايز تقولهم بقى احنا داخلين على بطولة السوبر بإذن الله وبطولات كتير السنة دي بطولة السوبر تيه المفروض بقى يستطيعهم أولاً وسانين برضو كمان لازل يدرسوا نقطة الطعف ونقطة القوى عند الخصم